السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله نهاردة هنتكلم عن فيديو جميل جدا وفيديو مهم جدا وهي علامات قرب تحقيق الرؤية بإذن الله تعالى طبعا إخواني أعزائي في ناس كتيرة جدا بتشوف رؤى وأحلام في المنام هل إن الرؤى دي تحقيقها إمتى أو إن الرؤى دي فعلا هتتحقق طبعا إخواني أعزائي علم تحقيق الرؤية ده عند ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يقولك إن الرؤية دي هتتحقق بدون علم لأن ده طبعا تفسير الأحلام ده اجتهادي مش إن هي سوابت إن إحنا ماشينا عليها دي حاجات اجتهادات الشخص بيجتهد في تفسير الحلم فقط ولكن مش هو نص انت ماشي عليه مثلا زي الأمور الفقهية زي الأمور الشرعية إنما تفسير الأحلام ده عبارة عن اجتهادات حتى المفسرين القدامى كانوا بيعتمروا في تفسير الأحلام بتاعهم على الاجتهادات فالشخص اللي بيشوف رؤية دلوقتي يقدر يقول لنفسه إيه هل إن الرؤية دي هتتحقق أم مش هتتحقق طيب إخواني العزاء فيه أمور معينة بتدل على اقتراب تحقيق الرؤية دية يعني مثلا أو فيه حاجات معينة أثناء الرؤية نفسها تدل على إن الرؤية دي صادقة وإن الرؤية دي بإذن الله هتتحقق عن كريم جدا هنتكلم أخواني العزاء عن العلامات دي بالتفصيل ولكن قبل ما أخشف تفاصيل الفيديو أحب أقول لكم اشتركوا في القناة وفعالوا زر الإشارات ليصلكم جميع فضياتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية أو حلم وحبي في الصرع ممكن يكتب لنا في التعليقات إن شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في أسرع وقت أول حاجة أخواني عزاء علامات قرب تحقيق الرؤية في علامة مهمة جدا إن الشخص يشوف الرؤية في المنام مطابقة للواقع بتاعه يعني أنا راجل مثلا بشوف إن أنا قاعد في منزل أو قاعد في مدرسة أو قاعد مثلا في مكان عملي اللي هو مكان الوظيفة بتاعتي طيب هل أنت مثلا أنا راجل موظف في مدرس هل إن أنا أشوف نفسي في الضرائب مثلا موظف في بنك هنا في تباعد في الرؤية ولكن أنا مثلا أنا مدرس بشوف نفسي موظف في المدرسة بتاعتي بشوف نفسي مع زميلي في المدرسة بنتكلم بناكل بنشرب أي شيء يبقى هنا لازم حالة الرؤية نفسها اعذروني لأن الفيديو أنا عاوز أوضح فيه أكتر حالة الرؤية نفسها إن أنت مطابقة للواقع بتاعك أنا شغال مدرس يبقى أنا بشوف الرؤية بتاعتي مدرس طيب أنا شغال مثلا في البنك بشوف رؤيتي في البنك اعرف كده إن رؤيتك قريبة من الحقيقة كمان أخوة العزاء إنك تشوف المناظر اللي في الرؤية واضحة وصريحة يعني أنا مثلا مش مثلا إن أنا أشوف المنزل اللي أنا موجود فيه أشوفه كويس شفت نفس إن أنا دخلت مسجد أشوف المسجد كويس مش أقول إنه هو حاجة شبه المسجد أو إن أنا دخلت مثلا مكان شبه كلمة شبه دي تعرف إن أنت إيه الرؤية مشوشة معاك ممكن تكون مش رؤية صادقة الرؤية الصادقة إن أنت تبقى حافظ المعالم بتاعة الرؤية كلها كمان تلاقي الأشكال واضحة في الرؤية الأشخاص اللي أنت بتتكلم معاهم إلا لو شخص مجهول مثلا إن أنت متعرفوش ولكن الشخص المجهول اللي أنت متعرفوش اللي بيظهر في الرؤية ده دي بشارة وعلامة على الخير طيب فيه ناس مثلا بتشوف أنا شفت والدي شفت أبويا ولكن مثلا مش عارفوا هو أبويا ولا شخص تاني فطبعا هنا فيه خلبطة زي ما قلنا الأشخاص يكونوا واضحين وظهرين الأماكن تكون واضحة وظهرة وبينة هي أيه؟ كمان إخوان عزائي من العلامات المهمة جدا على قرب تحقيق الرؤية أن الشخص يسمع بشارات في المنام ويقوم من النوم على صوت مثلا قرآن كريم على صوت أزان إزاي الكلام ده؟ يعني أنت سمعت رؤية شفت رؤية كويسة وإنت نايم أثناء نومك مبسوط وسعيد جدا بالرؤية طيب قمت من النوم الوقت اللي قمت فيه من النوم مثلا واحد بيقول أنا قمت لقيت الفجر بيدا أخوان العزائي دي من أفضل أشياء أو من أفضل العلامات اللي بتدل على تحقيق الرؤية واحد كمان تاني ممكن يؤمن أنه يلاقي مثلا التلفزيون أو إزاعة القرآن الكريم شغالة على نص قرآني شيخ بيقرأ مثلا في صورة البقرة أو في أي جزء من القرآن الكريم وإنت قمت للنوم سمعت الآيات بتاعة القرآن الكريم دي نفس الآيات اللي هي مثلا شفتها في الرؤية أو اتحدثت يعني فيه آيات بتتكلم مثلا عن المال والبنون انت رجل شفت رؤية وانت نايم شفت أموال وشفت أن انت ربنا رزعك بزرورية صالحة وبتاع فقمت من النوم لقيت الآية يا شغالة المال والبنون زينة الحياة الدنيا فسبحان الله دي رؤية جميلة جدا تعرف على طول أن دي رؤية صادقة وأن رؤية دي ريب جدا هتتحقق وأن بإذن الله فيه خير وفيه فرج قريب جدا بإذن الله طيب إخوان العزاء بالنسبة لشيء المهم أيضا في تحقيق الرؤية أن الرؤية بتاع الشخص ما تكونش نتيجة حديث نفس كتير في التعليقات اللي بتجيني بتكون رؤية حديث نفس الناس بتبقى مفكرة أن دي فعلا رؤية ولكن هي فعلا بتكون رؤية حديث نفس إيه حديث نفس دي من كتر تفكيرك في شيء معين يعني مثلا واحدة مرتبطة بشخص خطيبة يعني مثلا فمن كتر تفكيرها بخطيبها كل شوية تحلم أن خطيبها مثلا راح عندهم البيت أن خرجت هي وخطيبها نخطيب لها جاب لها دي أني معرفش حاجات كتيرة جدا فطبعا دي نتيجة حديث النفس نتيجة انشغالك بالتفكير الكتير في الموضوع ده مثلا واحدة بتفكر في الإنجاب وطبعا من كتر تفكيرها في الإنجاب الموضوع شاخ البلعة كله فعلى طول موضوع الأولاد وموضوع الحمل ده في دماغها فممكن تيجي تشوف رؤية أن هي مثلا حامل كل يوم التاني أنا شفت نفسي حامل أنا شفت معي شايلة طفل مثلا أنا شفت في طفل في الشارع أنا شفت في طفل بينادي علي أنا شفت بكلم طفل بلعب مع طفل طبعا أغلبية الرؤية دي بتكون حديث نفس مش بقى صادقة دي نتيجة ايه نتيجة ان انت بتفكر في الموضوع أكتر من اللازم فبالتالي الرؤية هنا بتكون حديث نفسي فأنا عاوز الناس تفرق بين الأشياء اللي بيشوفوها في المنام وبين الأشياء اللي بيفكروا بها في الواقع لو انت فيه أمر معين شغلك ممكن انت كمان تكون خايف من شيء معين وتيجي في المنام تنام تحلم ان الشيء ده حصل وان انت بتتخانق وتتعارك وحصل أمر معين أي شيء فبالتالي اعرف على طول ان دي رؤية حديث نفسه ان ما فيش حاجة ان شاء الله اتمنى يا اخواني اعزائي ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته